اختيارات الخاصة بالنقل بين الشاشات عند النقر المزدوج في channel transition او channel قناة التأثيرات الخاصة بالنقل بين الشاشات تظهر لنا نافذة اختيار التأثير المناسب جدير بالذكر ان هذه المجموعة التي تظهر امامنا الان هي مجموعة مضافة الى director والمجموعة المحددة الان هي مجموعة اساسية في ال director اي تظهر معه من اول مرة عند تنصيبه من الواضح ان التأثيرات الخاصة تظهر مكسمة الى فئات اول اختيار هو all او كل التأثيرات التي يمكن استخدامها يليها تصنفها كفئات فئة الكفر وفئة c extra transition او direct transition او direct transition 3d او dissolve او dm transition او dm transition back to او dm extreme او other بعض الترانزيشنز المختلفة او bush او reveal او strip او wipe نبدأ بالتعرف على تشغيل التأثير قاعدة يوضع التأثير عند فريم بداية ظهور الاسبرايت ولا يوضع عند نهايته ايضا يحدث التأثير على الاجزاء التي تتغير في الشاشة نؤكد على المعلومتين مرة ثانية الاولى انه يوضع التأثير عند بداية الفريم الذي تظهر عنده الاسبرايت الثانية ان التأثير يحدث عند الاجزاء التي تتغير في الشاشة فقط والان نرى الافكتات او التأثيرات وكيف تظهر على الشاشة لاضافة تأثيرات خاصة تظهر على هيئة اكسترا التأثيرات الخاصة يأتي تعرفها فيما بعد وكيفية ادراجها فيما بعد عند اختيار بعض التأثيرات المضافة يظهر معها اوبشنز او تحكم في خصائص التأثير يختلف التأثير وخصائصه وفقا لنوع التأثير اسفل النافذة يظهر مدة التأثير ويمكن زياداتها او خفضها ينصح بان يقلل زمن التأثير حتى نستطيع عرض شاشاتنا بسرعة تظهر خاصية السموثنس وهي خاصية يمكن استخدامها لتنعيم او زيادة التأثير او تقليله يمكن توصيف التأثير على ان يعمل على الشاشة كلها كما يمكن توصيفه ان يعمل على الاجزاء المتغيرة في الشاشة كما يمكن توصيفه على ان يعمل في الاجزاء التي تغيرت في الشاشة فقط ترجمة نانسي قنقر